طبعاً الحين هنا عند الفقرة المميزة لكل البنات والمخيفة لأغلب الشباب وهي فستان العروس هي مخيفة لك وإنتو بس لكن ليه نحن؟ ده يوم العمر شو باسمحوا يوم العمر؟ أنا وياك فستان سيوخذ اللي تبعينا بس فستان عرص بخمسة مليون أي للعرص بكم؟ إن شاء الله يكون بعشرة مليون خلينا أقولك الأسعار إيه؟ يال واللي هنبدأها من الأقل سعراً واللي وصلت تكلفة فستان أمر كلوني في ليلة زفافة على الممثل الأمريكي جورج كلوني 380 ألف دولار وده من تصميم مصمم الأزياء الأمريكي أوسكار دي ليرانتا من خلال ستايل ملكي ضيء وأكتاف مكشوفة والفستان تصنع من حوالي 14 متر من القماش الدانتالي المطرز واكتسب ضجة كبيرة وقتها وده اللي خل أوسكار يعرضه مؤقتاً في معرضه الخاص بمطحف الفنون الجميلة ومن بعد فستان زفاف دوقت كامبرج كيت ميدلتون وسعره 434 ألف دولار واللي لبسته في ليلة العمر وكان من تصميم سارة بورتن ومصنوع من أفخم قماش الدانتال وستايل الديل الطويم كمان فستان زفاف كيم كارديشين واللي وصل سعره 500 ألف دولار ويعتبر من أغلى 10.60 زفاف في التاريخ الفستان ده من دار جفنجي واللي تميز بمقماش الدانتال الفخ وأكمامه الطويلة وبقصة حرية البحر أما فستان زفاف فيكتوريا سوارفوسكي ووصل سعره مليون دولار واللي اعتمدت فيه فيكتوريا تصميم مايكل سينكو وصنع من 500 ألف حبة سوارفوسكي ووصل وزنه حوالي 45 كيلو جرام فستان زفاف فيرا وانج وسعره مليون ونص دولار واللي اتعدت فيه عن الدانتال الأبيض والكشاكش المشهورة فيها وكسرت جميع قواعد فستان عرايسها لما قررت تأديم فستان زفاف مصنوع من ريش الطووس واستغرق العمل عليه 40 يوم ومساعدة 8 حرفيين وعن فستان زفاف المصممة اليابانية يومي كاتسورا وسعره 8.5 مليون دولار والاعتمدت فيه على أجماش الساتان الحريري الفخم المطرس بالذهب وزينته بألف حبة لؤلؤ بالإضافة لألماسه باللون الأبيض بوزن 5.5 قيرات وماسة خضراء عند الخصر بوزن 8.8 قيرات وفستان الزفاف اللي تشاركه فيه مصمم المجوهرات مارتين كادس ومصمم الأزياء ريني ستراوس وسعره 12 مليون دولار وهو أغلى فستان زفاف في العالم بعام 2006 تم صنع الفستان من أرقى أنواع الحرير وتطريزه ب150 إرات من الماس وآخر فستان ويانا هو فستان زفاف من سرع المصمم المصري هان البحيري والي وصل سعره 15 مليون دولار وقدمه خلال عرضه المية وعرضت الممثلة المصرية ماي عمر هالفستان اللي أثار جدل كبير وقتها اللي كونه مرصع بالكامل بالألماس من الطرحة إلى الديل